ونهار ده نعمل بسكوت حلو جدا وسهل ومش بزبدة بسمنة تعالوا نشوف الخطوات بتاعته ايه وكمان المكونات بتاعته سهلة جدا لو انت عايز تعملي كمية صغيرة انا جابالك مقدار صغيرة تقدر اضعي في الكمية بتاعتك وتحط المكونات اللي انت عايزها وطبعا تكتري في اللي انت هتعملي طيب معانا ايه في المكونات بتاعتنا النهاردة معانا 3 كبيات اللي ربع من الدقيق المنخول يعني في حدود 400 جرام ومعانا كمان كوباية من السمنة طبعا مش سايحة ومش مسكة في الوصف يعني مسكة نفسها ومش سخنة خالص تمام يعني في حدود 200 جرام تمام كده ومعانا كوب ونص من السكر البودر ويا ريت واحنا هنقول كام تركة كده انا هقول المقادرية الاولة هقول لكم كام ملحوظة عشان خاطر البسكوت بتاعتك يطلع حلو وهش ومقرمش وما يبقاش فارش منك في الصنية تمام كده طيب ومعانا كمان ثلاث معالق من النشا وكمان اول كاستر نقدر نحط ده ونحط ده ومعانا معلقة مليانة من اللبن البودر وده بيخلي اللون حلو جدا وبيعزز الطعم وثلاث معالق كبار من الحليب ويفضل يكونوا بدرجة حرارة الغرفة يعني بدرجة حرارة المطبخ ومعانا بتين طبعا برضو بدرجة حرارة المطبخ ومعانا نص معلقة صغيرة من بيكين بودر ما نزودش عن كده ومعانا رشة ملح وكمان الفانيليا بتاعتنا طيب تعالوا نمشي كده خطوة خطوة زي مبارح مع بعض ونشوف هنعمل ايه اول حاجة بنعملها ان احنا بنحط السمنة والسكر بتوعنا وبنبدأ نضرب بيهم كويس جدا طبعا عندك عجان تمام عندك مضرب كهرباء زي اللي أنا هشتغل بيه ده تمام عندك ما عندكيش الاتنين تقدري تبس بايديك عادي جدا وتشتغلي كلنا كنا بنعمل كده زمان تمام كده طيب ايه العوامل اللي بتنجح البسكويت بتاعك او بتفشله وفي ملحوظة انتو مش واخدين بالكو دايما البسكويت بنقول دايما ان احنا نحط له زبدة ما نحط له السمنة طب النهاردة خلفنا الموضوع تعالوا او ريكو قد ايه بيبقى طعمه حلو جدا وطري وكمان طري من جوه ومقرمش من برا بصوا حاجة حلوة جدا خلفنا شوية عن المعتاد تقدري تعمليه بنفس المقدار ده بالزبدة او تعمليه بالسمنة تمام كده طيب بيفرش مني ليه في الصينية عشان حاطر انا بزود في مقدار السكر دي من الحاجات العوامل اللي بتخلي البسكويت بتاعي يفرش في السوق بتاعي تمام كده طيب يبقى ما نيجي نعايله نعايله ازاي بالمعلقة يعني ما نمسكش الكوباية او المرج بتاعي ونجبسه ونقوم حاطين الكبسة دي بتزود المقدار بتاعي بتاعي السكر البودر فبيعمل ايه بيديكي ان هو بيبقى كمية السكر كتير فبتسيح لك البسكويتة بتاعي تمام يبقى احنا نجيب معلقة ونسيب كده فراغ ولازم كل حاجة من اللي احنا حطينها دي تكون منخولة كويس جدا تمام زي ما احنا هنشتغل دلوقتي مع بعض ونعمل كده يلا بينا بسم الله الرحمن الرحيم هاجيب بس سباتلة اينها انتي موضوع سهل جدا مفقوش اي حاجة طيب هناخد الاول السمنة هنعمل بس درعتنا كده عشان نعرف نشتغل اهو هنحط السمنة بتاعتنا زي ما هنتوا شايفين مش فكة ولا يعني مستيحة خالص ومش متجمدة اهو بسم الله الرحمن الرحيم مقدار سهل وبسيط جدا والنتيجة بتاعته حلوة هنجيب السكر البودر بتاعنا طبعا انا معايرة المقدار بتاعي وزي ما قلنا ما نجبسوش دي اهم حاجة ونبدأ ننخله كل حاجة بتتحط هنا لازم تكون منخولة كويس جدا اهو بالشكل ده على السريع كده ننخل السكر بتاعنا عشان نبدأ لازم نضربه كويس اول حد ما اللون يفتح لون السمنة والسكر بتاعنا اهو بصوا الحصة الصحيح ده اول سكر الصحيح ده هو ده اللي احنا مش عايزينه في الوصف اهو نخلص بقية الكمية بتاعتنا ونبدأ نشتغل بالمضرب اول حاجة طبعا هنقلب باللسباتيلا عشان خاطر ما يعفرش معنا ونلاقي السكر كله طلع لازم ندرب الاول باي حاجة كده سباتيلا او معلقة خشب او اي حاجة اهو بصوا السكر ده بقى اللي انا مش محتاجينه بس كده تمام كده نشيل ده على جنب ونجيب اللي سباتي لبتاعتنا ونبدأ نقلب كده بالروحة اهو لحد ما ندرب كل الحاجات دي مع بعض وبعدين نبدأ نشتغل بالمضرب الكهرباء اهو طبعا موضوع ان احنا نعمل البسكويت بالسمنة ده جديد شوية او في بعض مننا ما بيعملوش دايما عارفين البديفور والبسكويت والحاجات دي بنعملها بالزبدة جربوا الوصفة دي هتعجبكو جدا وطعمها مختلف تماما اهو تقدر تستخدمي السمنة الصفرة يعني فيه سمنة طبعا بقري وفيه سمنة ايه جاموسي تقدر تستخدمي اللي انت عايزين بس كده هنبدأ نشتغل اهو ننزل كل الحاجات دي نحتاجنها ونقول بسم الله اهو عشان انا مفروض كنت تشتغل في عجان او في حاجة اصغر من كده فانا هلم عشان انا عايزة اسرع كده عشان اخلص واخدش معانا وقت هلم كده معرفش بقى هتعرفت جبيها هايزي كده ولا لا قولي لي وانا مما يلاها كده هتعرفت جبيها تمام حلوة هلمني كده عشان هما حابة صغيرين بقدر صغير اهو وهدب كده المضرب بتاعي وابدأ اشتغل عشان اصرع ترجمة نانسي قنقر طبعا احنا لو في البيت هنستنى شوية كمان نضرب ضربتين كمان كده بالمضرب انا هلم تاني وهبدأ وانا شغالة هشغل المضرب تاني بس المرة دي هنزل مع بعض تدريجيا البيت بتاعي عدد اتنين بيضة معنا ودرجة حرارة المطبخ تمام كده اهو يلا بينا انا مش عارفة همسل كده ازاي هنحط واحدة الاول ما تفصلوش بقى انا هفضل ايه شغالة ادي واحدة بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم يلا اول ما اختفت بقوم حطة تانية على طول وراها اهو بالشكل ده اشتركوا في القناة بس كده كفاية ضرب جدا كده بالنسبالي لو في البيت زودي ضرب شوية تمام هناخد بقى كل المواد الجفة هنجيب برضو المنخل بتاعنا ونبدأ منخل ادي بتاعنا تدريجيا اهو شوية بشوية كده كل الخطوات دي بتفرق معاكي في البسكوت بتاعك وبتديكي نتيجة حلوة جدا طبعا انا والمضرب كان شغال مش عارف اتكلم عشان مش هتسمعوني تمام اهو بصوا واحدة واحدة كده يعني مش هاخد منك عشر دقيق في كل حيج كمان لما تحطيه في القمعة علشان تبقوا عارفين الطريقة دي طريقة القمعة يعني مش طريقة المكناة العادية بتاعتنا بتاعت زمان عشان بتبقى سيلة شوية زيادة عن المكناة المكناة بتبقى قاسية شوية يعني مش خفيفة زي دي تمام اهو بقيت كمية ال دي بتاعتنا بصوا حلو جدا وطريقة سهلة والمقدار صغير لو انت لسه مبتدئة هتعمل بمنتهى السهولة اهو ماشي هنجيب برضو النشا بتاعتنا وهننخلها كل حاجة هتدخل هنا في الوصفة لازم تتنخل كويس جدا اهو بالشكل ده بس كده انا عايزة بس فيه هنا شوية نشا لازم اخدهم ان انا عاملة المقدار بالزبط ماينفعش نفوض اي حاجة من دول اهو بالشكل ده بس كده دول الحاجات اللي احنا محتاجين ان احنا ننخلهم ونبقى متأكدين ان كل حاجة تنخل كويس جدا طيب هنعمل اي بقى هنا هنحط اللبن البودر وهنحط كمان البيكن بودر وهنحط رشة الملح اهي والفانيليا بتاعتنا تقدر تعملها بنكهة البرتقان اول حاجة هلم كل الكلام ده مع بعضه الاول بصوا بالراحة جدا انا مش عايزة عجل انا عايزة لم العجينة او لم الحاجة بتاعتي اللي انا بعجينها دي اهو بالراحة جدا شايفين حشة وحلوة جدا ولونها فاتح وتقدر يتفتحي عن كده كمان اهو عايزين نستبدل السمنة بالزبدة مفيش مشكلة في قدينا نعمل كل ده اهو تيجي طيب نحط اللبن ونعجينها في الفصل رائق في الفكرة الحلوة دي طيب هننزل بقى اللبن بتاعنا اهو بسم الله